بس اليوم كيف ممكن يكون فيه اتفاق بين بلد وعدو وبيطلعوا عقاعدة تولموند أغانيا يعني اليوم الإسرائيل أخد كامل حقوقه وزيادة ونحن بنقول أخدنا كامل حقوقنا يعني أخدنا كامل حقوقنا ما فينا نقول وزيادة أخدناها إلى أقصى حدود ممكن أنه تتاخذ وفينا نروح لمحال أبعد بينك مين باع مين مين تنازل لمين بارح شنكر أو اليوم لأساس ميديا آيل كلام خطير آيل أنه اتفق ميشيل عون وحزب الله عمله أبرموا اتفاق مع إسرائيل يعني فيه كلام خطير بهذا الإطار أنا عم بسألك أنا هون بسألك أنا بسألك لأ ما واضحة لأ ما أنا شعب يعني عم بيقلك هيدا الشي لأ إليك لازم تكون واضحة الصورة أنه لأ لبنان شو حقق أول شي نسيت إليك وقت بلشنا بهالملف بلشنا من تحت السفر مش من السفر يمكن غلط قلت من السفر لش من تحت السفر لأنه كان لبنان عامل خطيئة أدراسه شو هي؟ وقت الرسم مع إبروس وهو يحط الرقم واحد مع إبروس هيدا لعطاها عزر لإسرائيل أنه تعتبر الخط واحد هو خط الحدود بيننا وبينها ما نحن بالآخر مين عن تتهم وقت كنا يعني بلشت الخطيئة مع مين؟ مع الرئيس سانيورا؟ مع الرئيس بري؟ كانت حكومة الرئيس سانيورا جينا نبلش نصحح ونقحت هالورثة الفرق أنه مثل الورثة الاقتصادية السيئة والورثة المالية هون مع صعوبتها قدرنا كمان نحاول قد ما فينا نحسين شو اللي صار أول تحسين؟ نقلنا الخط الواحد من خط 23 مين لحط الخط 23؟ الجيش اللبناني حتى المشاهدين يكونوا عارفين الخط 23 هو خط وضع الجيش اللبناني أقرته الحكومة ووقتها كاد الوزير بسيل فيها لفت له النظر ونقال له يا عمي حتى ما نلتزم فيها خلينا نقول قابلي للتعديل إذا لأينا بعض بيطلع لنا حق بأكتر منها بقى احتفزت وقتها بالحكومة بحقها أنه ترجع الطالب بأكتر من 23 بس بعتت للأمم المتحدة كخط معتمد بلبنان هو الخط 23 وعلى أساس 23 تقسموا البلوكات وهون خليني شير لشغلي بال2013 بس بعدين رجع الجيش خط الخط 24؟ بعدين بعدين ما رح وصليك شو اللي صار بعدين؟ تذكري بس إجا كان مسؤول عن الملف هوف وإجا ليحل النزاع كان بين لبنان وإسرائيل في الواحد اللي عم بتطالب فيه إسرائيل اللي نحن غلطانين فيه بالأساسة ونحن صرنا نطالب بـ 23 اعتبروا دايما بالمفاوضات أنه ما حدا بياخد كل شي بالآخر يعني لازم إسرائيل تتراجع شوي ولبنان يتراجع شوي إجا هوف رسم خط وصاروا الأغلبية بلبنان يعتبروا إنجاز أنه حصلنا بخط هوف تذكروا منيح إنه خمسة وخمسين بالمئة من المنطقة المتنازعة علي رح يحصلها لبنان وبوقت اللي رفض الوحيد واللي بعدهم كانوا لحد مبارح خصوصا الأمريكيين عم بلوموا للوزير باسيل أنه أنت الممشيت هوف ما وقفك المخلة هوف يمشي ما بننسيه هون هو دي وهلأ نسينا الرئيس الظل مش هايك لا لأنه في شي منيح نعمل لو في شي علي علامة استفام كنا بنهجم على الوزير باسيل يوم ما بنقول أنه كان لهم مصيهمات كتير كبيرة لو صدنا لهون بريف وقت اللي رجع تبين الخط 29 اللبنان أكيد لأقلك هف والخط 29 إذا بدك منطلقين من نفس القواعد ما هي فيه قواعد دولية لترسيم الحدود هايدي القواعد إذا اعتمدتها بيطلع هف وبيطلع 29 لش بدون يطلعوا خطين مع النوزات الأواعد لأنه أنت حسب أنت وطريقك بالترسيم فيه أمور مثل هاي جزيرة اللي هي صخرة صخرة بإسرائيل إذا اعتبرت تأثيرها مئة بالمئة يعني جزيرة موجودة بيطلع خط هف فإذا خط هف مبني على تقنيات علمية لا 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 ما مهمي ومهمي ومهمي وإذا اعتبرت تأثيرها سفر كأنها مش موجودة وهون معه حق فيها لبناني طالب بيطلع التسعة وعشرين فإذا عند التسعة وعشرين فيك الطالبي فيك خط تفاوضي مش كخط إنه هايدي حدوضي شو القابل للتفاوض أنت واللي عم بتفاوضي معه تعتبروا قداش تأثيرها قد ما تعطيها تأثير لا لا خليني كفي كيف دي خليك تكفي وفي طالب سؤال سؤال بترجعي بتقولي معناتها حسب النسبة تأثير قداش بتعتبرها بديو يطلع خط بين هف وبين تسعة وعشرين حتى ما حدا يقول خط هف هو خط مش مزبوط أو تسعة وعشرين مش مزبوط لا اتنيناتهم مزبوطين بس خضعين للتفاوض وفق التفاوض بديو يطلع خط بالنص أكثر ما يمكن تصلي له تصلي له تسعة وعشرين طيب اليوم بس وصلنا لهيدا الاتفاق طيب الثلاثة وعشرين وين هو هيدا الخط هو بالنص بين هف وبين أوكي هلا أدأ بديك حدا يعمل عملية حسابية إذا أخذنا تلاثة وعشرين قداش تعتبر تأثيرا لهيدا 40% 50% موضوع أنه خط فاوض ومخط فاوض وما إلى ذلك وكل هيدا الأمر في نخيل حقيقة في حدا اسمه الجيش اللبناني يلي هو أعلى نسبة ثقة من اللبنانيين بالجيش اللبناني حط خط التسعة وعشرين وقال هيدا هي حدودنا من قال بوقتا أنه هيدا خط فاوض ومنذكر كتير خليك أفه ومنذكر كتير منيح أنه قام طيار الوطني الحر وعمل حملة مبرمجة ممنهجة شيطاني تخوين لوزير الأشغال أنا ذاك النجار مش عم تحملها طيار الوطني الحر هي عواصل التواصل موضح ما فيش موقف من الطيار أنتي فيك تضبطي وسيل معلش شيء سامر ما تكوني موضوعية فإذا أنت فيك تضبط فإذا أنت فيك تضبط موقع التواصل وتقول لهم حملات ممنهجة عليكم إيه كانت حملات ممنهجة وقع يا مشيل نجار سامر أنا مش عم أقول له وسائل التواصل عملة بسميلك من عمل الحملة أوكي وسائل التواصل وصلنا على وقع يا مشيل نجار طيب وقع الزلمي وصلنا على توقيع الرئيس لحظ توقيع الرئيس لعدنا بدنا نوقع لعدنا بدنا نحس بالمفهوم باللغة العربية مش عم بحكي شيء تاني موجودة بالأموص يعني لعدنا بدنا نوقع لعدنا بدنا نبعد تعديلات للأمم المتحدة اللي نطالب بيخطنا ونقوي الوضع أكتر لعدنا بدنا نعمل شيء همدنا لبدنا ما عدنا فتحنا سيرت شيء طب ما كمانا يعني أنه ما بتكون تعترفوا وبلق لكم وبلق لكم في أخطاء ارتكبت بس خلصي إليلي بس ما بتقطعيني تفضل طيب أول شيء وصلوا لبلش لأنه اتطرأت يعني أنت فت فيها وصلوا للمرسوم بيقول بناءا على قرار مجلس الوزراء ومش محطوط أي رأم عملية مثل هايدي ترسيم ما فيها تكون بموافقة استثنائية بده مجلس وزراء وبده يكون مجتمع ما بيبعطوا له مرسوم هايك مفخخ بهذه الطريقة هايدو دو دو توقيع هايني كتير شو بده ما أصلا احتفظ فيه هيدا الحق اللي مدعون ما تخلى عنه وهيدي بالتفاوض ظل يستعمل أنه أنا إذا وقف التفاوض رح نعمل المرسوم وبمجلس الوزراء ونبعطه ونقرد تسعة وعشرين بس هاي بتكوني وقفتي المفاوضات ورحتي على الحرب هاون كنت عم بقلك ليش نحنا قلنا بده أكيدين اللي بده نوصل لهون لأنه لا حدا لا العدو بده الحرب ولا القوة الدولية بده الحرب ولا نحنا بدنا الحرب ولا حزب الله بده الحرب ما هايدي القوة هون أنه أنت ما بدك لها بدك حقك بس يصلك حقك ما بدك تعمل حرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر